طيب استكمالاً لكلام حضرتك طبعاً من الأزمة الروسية الأوكرانية وإنه هتكون سبب في أزمة غزاء في العالم هبدأ أمار حضرتك بحضرتك قريت إزاي وما تناقلته مراكز الأبحاث والتقارير وتصريحات كمال من المسؤولين إن في أزمة غزاء عالمية ستتحول إلى مجاعة تهدد العالم بأكمله أولاً موضوع أزمة الغزاء موجود في العالم كله يعني أنت لو شكراً لمدار السنوات الماضية هتلاقي ناس بتتكلم عن أزمة غزاء يعني الناس بتتكلم وإن في مجاعات في مجاعات يعني في أفريقيا وخارج أفريقيا لكن في ثلاث متغيرات كبار عمقوا من هذه الأزمة في متغير موجود معنا من فترة والعالم كله عمال بيتكلم فيه يقدم رجلي ويأخر رجلي لكن بدأ في الفترة الأخيرة يتحدثوا عنه بجدية شوية اللي هو موضوع التغيرات المناخية اللي أدى إلى تصحر بعض الأراضي والجفاف وملوحة بعض الأراضي وخلى فيه نوع من أنواع النزوح لدى يعني في بعض الدول الأفريقية كتير نزوح من أماكن إلى أماكن أخرى بحثاً عن صبر الحياة فده أدى إلى أزمة من أزمات الغزاء وأدى عليه بقى لدخولنا في مجاعات وما يترتب عليه من أزمة أزمة زي ما بيقولوا يعني غياب الأمن الغزائي في مناطق كثيرة من العالم ده أول عامل فعامل التغيرات المناخية ده عامل أساسي العامل الثاني هو عامل وباء كوفيد ناينتين أو الكورونا أثر تأثيراً سلبياً في مسألة الغزاء العالمي وأولاً منها زو الديون وقف نشاط اقتصادي وصناعي نعم وأثر على اقتصاد يعني اقتصاديات العالم كله مش بس يعني أنه كورونا يعني في منطقة معينة أو بدأت في منطقة معينة هي أثرت بشكل سلبي جبير جداً جداً على العالم كله فده طبعاً أثر على العالم وأثر أيضاً على مسألة الغزاء على مستوى العالم العامل الثالث اللي هي مسألة الحرب بقى في أوكرانيا ده سرع من الأزمة وعمق من وجودها وكبرها ليه؟ لأن أنت بتكلمي على أن أوكرانيا وروسيا بينتجوا 30% من الأمح بتاع العالم وده رخم مش قليل بزبط يعني سلت غزاء مش قليلة فالنهاردة لما نيجي نتكلم على أن 30% من الغزاء العالمي أو الأمح معطل بهذه الطريقة أولاً إنتاج أوكرانيا انخفض 35% عن إنتاج وحتى الباقي مش عارفة تصدره لأماكن تانية بسبب الحرب والسيطرة على البحر الإسود والمواني والحاجات دي وده كمان من ضمن الحاجات اللي بيتكلموا عليه أمين عام الأمم المتحدة جوتريس بيكلم على أن احنا مقدمين على أزمة طاحنة على مستوى العالم مدير برنامج الغزاء التابع للأمم المتحدة بعد زيارة لبنين وبعض الدول تانية في أفريقيا قال لك الفلوس بتخلص والأمل أيضاً بيخلص ليه؟ لأن تكلفة حتى إيجاد دعم غزائي للفقراء والذين يخدمون على الفناء والمجاعات زادت بسبب الحرب فاتورة حتى الدعم الغزائي زادت بسبب الحرب قس على هذا بقى أن هناك دول بتعاني من هذا الموضوع يعني عندك دول متوسطة الدخول زي مصر وزي البرازيل بقولك بتعاني بشدة عندك دول تانية بتعتمد على استيراد الطاقة والغزاء من العالم عندك بعض الدول زي تونس مثلا وعندك دول كتير ممكن نتكلم عليه زي الأرجنتين ودول كثير هذه بتعاني من مشاكل حقيقية يعني فيه كلام أنها يعني لغاية نهاية هذا العام هتمر بلحظات صعبة جدا وقد يترتب عليها عدم استقرار في هذه الدول إيران الأسبوعين ثلاثة اللي فاتت شهدت مظاهرات شديدة جدا بسبب تحريك بعض أسعار الأمح وزيت الطعام وأيضا بعض منتجات الألبان وطلعت مظاهرات كتير وربما واحد أو اتنين قتلوا فيها بعض التقديرات بتقول لك خمسة مش دي القضية دلوقتي لكن الموضوع الأساسي في هذا السياق أن العالم بيعاني وارتفاعات الأسعار بهذه الطريقة أوجدت ضغوط على ميزانيات الدول وبالأخص الفقيرة اللي هي لا قادرة تتعامل مع وباء كورونا ولا قادرة تتعافى منه ودخلت عليها أزمة تانية طيح حين رفعت فاتورة الغذاء بدرجة كبيرة وكاسم من هذه الدول بتقدم دعم في الأمح فطبعا الضغوط كبيرة جدا على هذه الدول مع موجة ارتفاع في الأسعار تضخم شديد كل ده في الآخر أدى إلى صورة كئيبة جدا على مستوى العالم يعني نقدر نأكد مع حضرتك أن الأزمة الغذائية طالت الدول الفقيرة والغنية أيضا بس يعني عشان الناس مفهومها بيظهر أنه الدول الغنية ما تأثرتش بأي حاجة وهي يعني سبتة في مكانها واقتصاديا هي يعني ما تأثرتش بأي حاجة ما هي هو الدولة الغنية تقدر يعني اقتصادها يقدر يمتص تقلبات شديدة الدول الفقيرة لا تمتصها زي التقلبات يعني بتتكلمي مثلا على دولة بتخزن الأمح لا تستطيع أن تخزن الأمح أكتر من شهر مع أزمة زي دي بتواجه أزمة طاحنة طبعا غير دولة عندها إمكانيات تخزين مرتفعة عندها اكتفاء ذاتي من الأمح مرتفعة عندها حاجات كتير يعني أنت النهاردة لما تشوفي في إنجلترا الأسرة بتنفق 10% من دخلها على الغذاء بالدواري على بلد زي باكستان أو كينيا بينفق أكتر من 40% 50% خلي بالك أن فيه بنوت تانية للمعيشة موجودة في الأسرة فكل ما ترتفع فاتورة الغذاء ده بيأتي على أشياء أخرى صحيح بيأتي على أشياء بتعلق بقى بالتعليم بالصحة بقى حاجات كتير في هذا الموضوع 60% من اللي بيعانوا من الجوع في العالم دلوقتي موجودين في أماكن صراعات الأسيوبيا يعني اللي هم نتكلم عليها مرعبة لما تشوف الأحصيات في أسيوبيا مرعبة يعني 40% من سكان تيجري لشمال أسيوبيا اللي كان فيها الحرب دائرة بيعانوا من نقص حاد في الغذاء ملايين الناس في أسيوبيا في الأماكن حتى الشرقية وأماكن الشمالية مش بالضرورة في تيجري منتظرين مساعدات غذائية اليمن أكتر من 70% مستنين مساعدات غذائية إذا نحن نتكلم على مجتمعات بتعاني معاناة شديدة جدا في تحقيق زي ما بيقولوا الحد الأدنى من الأمن الغذائي وإحنا نتكلم على الأمن الغذائي خلي بالك الغذاء برتبط بالأمن الأمن فيه نوع من أنواع الحماية والتحصين والاستقرار فأنت بتتكلمي على إن انخفاض مستويات الأمن الغذائي بالنسبة للناس لما بتؤدي إلى الجوع والمجاعات والفقر والفاقة كل ده بينعكس على مستوى الأمن العام داخل هذه المجتمعات كثير من الدول الأفريقية بتعاني من عدم استقرار بتعاني من نزوح السكان بتتكلمي في عام 2021 38 مليون نازح على مستوى العالم هذا العام 100 مليون نازح على مستوى العالم مش فقط أوكرانيا كلها 6 مليون لكن النزوح نتيجة التغيرات المناخية ونتيجة الفقر والبحث عن الغذاء ودول بيحدث نزوح أكتر من مرة يعني بيعودوا في مكان ما بيلوش أكل بيروحوا مكان تاني بيدوروا على مكان تالت إذن احنا منتكلم على معاناة إنسانية كبيرة جدا لم يكن مخطئ السكرتير العام لأمم المتحدة قال لك احنا داخلين على مجاعة حقيقية في أماكن كتير رئيس ألمانيا مش بتكلم على شولتس ده المستشار رئيس ألمانيا كان بتكلم في خطاب من يومين قال لك يا جماعة احنا مقدمين على مجاعة كبيرة قمة الدول السبعة بيتكلموا كان على فكرة نظام غذائي أو نظام آمن يحقق الغذاء أو تحالف من أجل الأمن الغذائي في العالم احنا لدينا مشكلة حقية في هذا الموضوع طب السؤال هنا يا دكتور كمان يعني ازاي دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية عندها مشكلة وتواجه أزمة خطيرة في ألبان الأطفال لا هو الأزمة عايز أقول حركة على حاجة هي الأزمة مش سبب لا الموضوع أوكرانيا ولا الكوفيد ولا حاجة هو الأزمة دي نتيجة إن في مجموعة من الشركات الكبرى بتحتكر مسألة إنتاج ألبان الأطفال الولايات المتحدة بتعتمد على 98% من ألبان الأطفال منتج محلي يعني داخل الولايات المتحدة ما بتستوردش من بره وفيه برنامج كمان لدعم الأسر الفقيرة أو النساء الفقيرات والمتوسطي الحال بين خلال برنامج غذائي لدعمهم بلمن الأطفال يعني عشان يحافظوا على مستوى الأسر الموجود ده تتعلق بالإنتاج وسلسل التوزيع والإمداد داخل الولايات المتحدة ده اللي تسبب فيه هبوط المخزون والتكالب على شراء الكيميات كبيرة من لابة الأطفال هي يعني الأزمة دي ناجمة بصورة أو بأخرى عن تدعيات التعامل مع موضوع كورونا أكتر منها تتعلق بالحرب في أوكرانيا وبيفكروا في مسألة بداءة الغذائية وأنت طالما فتحت الموضوع ده أنا عايز بس ألفت الانتباه لحاجة بتحدث كتير جدا يعني مثلا من ضمن الدراسات التي عملت قبل كده بيقولك أن بعض الشركات الألبان العالمية وذكروا بعض أسمها بس أنا مش أذكرها في البرنامج كسفت دعاياها في بعض الدول الأفريقية جنوب الصحراء على فكرة الاعتماد على اللبن الصناعي بدل من الرضاعة طبيعية عشان تسوق منتجاتها وربطوا ده بالتحضر فكرة أن المرأة الغربية المتحضرة هي التي تقوم لا تلجأ إلى الرضاعة الطبيعية ولكن تلجأ إلى اللبن الصناعي ده ترتب عليه إيه؟ ترتب عليه اعتماد شريحة من الناس على اللبن الصناعي النهاردة بيدفعوا تمن ارتفاع الأسعار وغياب المنتج فجزء منها بيتعلق بالحروب الاقتصادية أنا بتكلم برا أمريكا أنا بتكلم ما اللي حصل في أفريقيا جنوب الصحراء قسي على هذا حاجات كتير بتحدث حول العالم في التعامل ما بين الغذاء والاستهلاك وتصوير بعض الصور النمطية عند الناس حتى يقبلوا على استهلاك منتجات معينة نعم طيب حضرتك ذكرت أن أزمة الغذاء علاقة طبعا بالتغيرات المناخية وإحنا على مشارف يعني تنظيم وقتمر قب 27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ يعني رؤية حضرتك طبعا لارتباط الأزمة العالمية الغذائية بالتغيرات المناخية طبعا التغيرات المناخية زي ما قلت لحضرتك يعني في جزء منها بيتعلق بأن في مناطق تعرضت للجفاف في مناطق تعرضت للتصحر في مناطق أخرى تعرضت لملوحة الأرض نتيجة يعني طغيان البحر على الأراضي يعني أنا عايز أشير برضو للكلام اللي قالته الوزيرة رانيا المشاط منذ أيام يعني على برضو في إطار ديفوس كانت تكلمت على أن مصر تستضيف طبعا كوب 27 في نوفمبر المقبل وكانت تكلم على لابد من دعم الدول الفقيرة والتزامات الدول الغنية تجاهها اللي أبرمت في جلاسكو في نوفمبر الماضي في كوب 26 واتكلمت في هذا الموضوع اللي لأن فكرة تنفيذ أو زي ما بقوله نقل الوعود إلى أرض الواقع ده بيساعد الدول الفقيرة للتعامل مع أزمة تغيرات المناخية اللي هي ما عملتهاش يعني الدول الغنية فكرة الإنبعاسات الحرارية دي نتيجة النشاط الصناع للدول المتقدمة والدول الغنية واللي ده اللي بيغير في حرارة الجو واللي بتدفع الدول الفقيرة السمن الأكبر فيه فلابد من مساعدة هذه الدول على حاجتين تتعامل مع التصحر والمشاكل البيئية والمشاكل المناخية اللي ترتبت عليها مشاكل الغذاء والحياء في هذه المجتمعات وفي الوقت ذاته تشجع هذه المجتمعات على اللجوء إلى الطاقة النظيفة بمعنى الطاقة الهوائية اللجوء إلى الابتعاد عن الوقود الإحفوري أو زي الفحم وزي الوقود الأسود زي ما بقوله فالدول الغنية لابد أن تدفع للدول الفقيرة الدعم المالي وهي تعهدت بي قبل كده بس نحن النهاردة بنتكلم على الانتقال من الوعد إلى التطبيق ده كلام أشارت لي الوزيرة رانية وأشارت أيضا إلى مسألة اشتراك القطاع الخاص في الطاقة الخضراء يعني لابد من تشجيع التعاون ما بين الحكومة وقطاع الخاص يضخ أموال في الطاقة الخضراء حتى يمكن تحقيق التنمية بمعنى التكامل والشراكة ما بين الحكومة وقطاع الخاص فده كلام قالته مهمة يعني صحيح طيب أخيرا دكتور يعني في هذا المحور نتكلم مع حضرتك عن تدعيات أزمة الغذاء العالمية يعني أنا برضو يعني التدعيات دي برضو ما أتكلم فيها يعني أحب ألفت برضو الحوار اللي قاله الدكتور محمد معاية وزير المالية ما بين الحديث حول الأزمات الاقتصادية وما بين الحديث عن أزمة الغذاء وما بين الحديث أيضا على الأزمات المالية لأن النهاردة هو لفت الانتباه لحاجة مهمة جدا النهاردة في حديثه الفينانشال تايمز كانت على الموضوع ده يعني الضغوط الشديدة على ميزانيات الدول نتيجة ارتفاع فطورة الغذاء ما ده يأتي على حساب الصحة العامة للمواطن ويأتي على حساب تنمية هذه الدول ويوقحها في مزيد من الديون والفقر يعني هي لا أدرة تخرج من عباية الديون أو زي ما بقوله الحلقة المفرغة للدين ولا أدرة في نفس الوقت أن هي تسد الاحتياجات المتزايدة في ارتفاع الفطورة يعني اللي خلى الأمم المتحدة بتشكي أن الفطورة الدعم الغذائي بنامج الغذاء التابعة لأمم المتحدة ارتفعت وهي شعرة أن الناس خلاص يعني بتسقط في مجاعات فما بالك بقى الدول اللي هي بتعاني بالفعل من أزمات اقتصادية كبيرة جدا وإجراءات تقشفية وضغوط اقتصادية يرتفع عليها فطورة الدين ويرتفع عليها فطورة تدبير الغذاء للناس في مجتمعات بتقوم بدعم الغذاء برضو يعني أنت بكلمة على مصر سبعين مليون شخص في مصر يعتمد على الخبز المدعم يعني التدعيم الحكومي فطورة الدعم للخبز حوالي 3 مليار دولار فبتكلم على ضغوط ما كانت تشتريب سمن أصبح تشتريب سمن آخر ارتفاع الأسعار هيجي على حساب المواطن حتى فكرة هيكلة الدعم اللي كانت مطروحة منذ فترة الحرب في أوكرانيا ربما أخرت منها بعض الشيء فاللي عايز أقوله لا يعني الأزمات الاقتصادية اللي بترتب على الغذاء متراكمة أو يعني متداخلة الأبعاد ما بين أزمة اقتصادية ما بين أزمة دين أزمة على المالية العامة للدولة الأزمة على أن هي مش عارفة تنفذ مشروعات لأن جزء من الأموال المحدودة في الميزانيات هتوجه إلى الغذاء في حين كان يجب أن هي توجه لمشروعات اجتماعية أو سياسية أو مشروعات اقتصادية أخرى فإذا منظومة متكاملة متداخلة من المشكلات ودي بتعاني منها كل دول العالم بدرجات متفاوتة حسب مدى قوة الاقتصاد وخدرته على التحمل يعني مصري مثلا وده اللي قاله الدكتور معيد في حديثه أو الكلام اللي منشور النهاردة في فينانشال تايمز وده كلام ذكر قبل كده يعني قالك أن احنا يعني مصر عرف التمتص شوية بكفاءة ضمن دول قليلة موضوع كورونا يعني اقتصاد المصري عرف يمتص الموضوع ده وعرف يتعامل مع تدعياته المسألة المعرضة أكثر يعني أكثر صعوبة وأكثر تحدي وأكثر قصوة كمان على الاقتصاد وإن كان هو بيتوقع في العام المالي اللي هيبدأ في يوليو اللي جاي مصر هتحقق معدن نمو خمسة ونصف في المية نأمل في هذا ونأمل في أكثر منه ونأمل في أكثر منه لكن تدعيات الأزمة الاقتصادية أو الأزمة الغذاء على مستوى العالم متشابكة ومتعددة ودول كتير هتعاني منها الفترة اللي جاي